شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول الرأي العام ونتحدث حول هذا الموضوع في ضمن النقاط النقطة الأولى تأثير الرأي العام النقطة الثانية اهتمام الدين بالرأي العام النقطة الثالثة دور الإعلام في تكوين الرأي العام هذه بحوث تلاثة في هذا الموضوع أما البحث الأول فهو عبارة عن تأثير الرأي العام ما هو تأثير الرأي العام قبل أن نتحدث حول هذا الموضوع نشير إلى مقدمة وهذه المقدمة هي إننا إحدى الأمور المهمة جدا في توجيه حياة الأفراد هي قضية الحاجة إلى التوافق الاجتماعي الفرد يشعر بأنه يحتاج إلى التوافق الاجتماعي التوافق الاجتماعي يعني أن الفرد يكون مقبولا من قبل المجتمع الأفراد الذين يتمردون على هذا الشعور ويقاومون هذا الشعور أفراد يمكن أن نقول إنهم أفراد قلاء أبو ذر كم واحد كان حول النبي صلى الله عليه وآله العام يربون أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع كانوا مية وثمانين ألف واحد وبعض يربون مية وعشرين ألف واحد هؤلاء الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وآله أما الذين لم يجئوا فكانوا أكثر من ذلك من هؤلاء كم واحد كان مثل أبي ذر أبو ذر الذي عاش وحده ومات وحده ويحشر يوم القيامة وحده كم واحد كان مثل أبي ذر الأفراد ذلك الرجل قال لأمير المؤمنين صلى الله و سلامه عليه الآن بعد بايعوا أنا أيضا أبايع في من يبايعون ذلك الرجل المعروف أسامة الذي كان قائدا للجيش الأفراد التيار العام الخط العام يؤطر فكره يعني واحد عندما يعيش في تيار عام يرى أن هذا التيار العام هو حدود فكره لا يفكر في أكثر من ذلك يعني أكو قيد في الداخل هذا الفرد يفرضه هذا القيد يفرضه كل واحد منا على ذاته قيد داخلي هذا أولا التيار العام يؤطر الفكر فلا يرى أن وراء هذا التيار وهذا الفكر أفق آخر العالم حدوده تنتهي عند هذه الحدود هذا الشيء الأول الشيء الثاني أنه إذا فرضنا واحد رأى وراء هذه الحدود أفقا يتمكن يقاوم هذه الحدود لا يتمكن لماذا؟ لأن منافع تتعرض للخطر من حاضر كأبي ذار أن يعرض منافعه للخطر هذا يحتاج إلى شجاعة يحتاج إلى تضحية الأفراد غالبا ماعدهم شجاعة وماعدهم تضحية ولذلك هذا الشعور الشعور بالحاجة إلى التوافق الاجتماعي والشعور بالحاجة إلى المقبولية الاجتماعية هذا يؤطر فكرة الأفراد ويؤطر حركة الأفراد تأطير من هذه المقدمة نتمكن أن ننتقل إلى موضوع البحث وموضوع البحث دور الرأي العام ما هو دور الرأي العام الرأي العام يشكل عامل ضغط على الأفراد ما يخلي الأفراد يخرجون غالب الأفراد عن إطار الرأي العام إذا إذا أكو الرأي عام طالح في مجتمع هذا الرأي العام الطالح يحتوي في داخله الأفراد وإذا أكو في مجتمع الرأي عام صالح يحتوي الأفراد ولذلك الرأي العام مؤثر تأثيرا كبيرا في صلاح المجتمعات وفي عدم صلاح المجتمعات أضرب مثالين مثال من التاريخ الغابر ومثال من الواقع المعاصر حتى تشوفون أن الرأي العام كيف يؤثر وأنه المتدينون إذا لا تمكنوا أن يصنعوا رأيا عاما حتى أولادهم يكونون في خطار إذا أنتم تعيشون في محل في دول في بلد الرأي العام رأي طالح حتى هذا الإبن يكون في خطار أبناؤنا أولادنا المحيطون بنا لأن الرأي العام قوة جارفة تجرف الجميع إلا من شذ وندر المثال الأول مثال من التاريخ الغابر كان هناك الكبار يتذكرون مد شيوعي في العراق المد الشيوعي عندما جاء أنا ما أذكر الشيء الذي نقل أنه هذا المد الذي يشكل تيار حتى في كربلاء كانوا يطلعون مظاهرات ويهتفون بعد شهر لا يوجد مهار تيار حتى في كربلاء والقاضي انذب بالنهر هذا شعار على أثر هذا التيار ينقل أنه حتى الشباب الشباب المتدين في الجامعات كثير منهم ما كانوا يجرؤون على إظهار أنهم متدين إذا شاب في الجامعة كان يظهر أنه متدين ضغط اجتماعي هذا شعب متخلف هذا شعب رجعي الشعب عند قدرة المقاومة عندما كل التيار يكون ضدك واحد يعيش في بلد إسلامي يخجل أن يصلي أمام أصدقاء ما أقول على نحو العموم في كل مكان ولو على نحو القضية المهمة الرأي العام مؤثر وكثير من المتدينين من أبناء المتدينين من أبناء العلماء هذا التيار جرفه ولولا حقيقة وقوف العلماء ووقوف المتدينين العراق كان رائع ولكن وقفة العلماء وقفة المتدينين المتدينون الذين كانوا في الجامعات تمكنوا أن يحفظوا بمقدار هذا المثال الأول وهذا الخطر مو خطر تاريخي وإنما هذا الخطر خطر قائم في جميع مجتمعاتنا هذا المثال الأول المثال الثاني الرأي العام التيار العام الغرب واليهود فكروا أنه هذه الهجرة التي حدثت إلى بلاد الغرب هذه الهجرة تشكل ظاهرة خطيرة الآن في الولايات المتحدة طبق بعض الإحصائيات التي ربما تكون مقلة هناك حوالي ثمانية ملايين مسلم هذا عدد ضخ في بريطانيا طبق بعض التقادير التي نشرت قبل شهرين هناك خمسة ملايين مسلم هؤلاء مؤثرون هناك فراغ في الغرب لأن المادة لا تشبع المادة لا تشبع الفرد الفرد يتطلع نحن جئنا من عالم آخر وخلقنا لعالم آخر واحد دائما عند حنين إلى ذلك العالم ولذلك هذا الحنين دائما يجذب الإنسان نحو المعنويات في الغرب أكو فراغ الغربيون ما تمكنوا أن يملأوا هذا الفراغ وهذا خطر القرآن القرآن له جاذبية هائلة ولذلك في إحدى المدارس شريط قرآن كان الجمعيات اليهودية أو المرتبطة باليهود احتجوا أنه هذا صوت القرآن يجب أن لا يقول واحد من الأدباء الكبار هذه القضية منقول في الكتب يقول أنه أديب أمريكي يعرف العربية قال لي أنه شنو تقولون هذا القرآن القرآن كذا وكذا أنا أتمكن أجيب مثل القرآن هذا الأديب المسلم يقول أنا قلت له ما يخالف الآن تعرف أنا الآن أقول مطلب أنت أكتب أنت أستاذ في الأدب كان أستاذ هذا الأمريكي أستاذ في الأدب العربي في جامعة القاهرة وتفاصيل مذكورة أنه من ك قلت هذا المطلب أنت اكتب حوله جملة أو جمل بعد هذه الجمل نحن نقارنها بالقرآن هذا في الكتب تفصيل مذكور اسم الطرف مذكور اسم هذا الأديب المسلم مذكور يقول قعد وأخذ يكتب حوالي ثلاثين جملة جملة الأولى الجملة الثانية حوالي ثلاثين جملة أدبية من أديب حول هذا المطلب يقول قلت انتهى هاي جملك الآن أقول القرآن في هذا المطلب شنو قائد قال قول يقول فقرأت له الآية نصف سطر تقريبا فيقول فوقع مغمن عليه الطرف تأثرا بالقرآن تفصيل مذكور إذا حبيت في وقت آخر أذكر لكم القرآن له هذه الجاذبية الهائلة الحاجة الهائلة الموجودة شنو فعل الغربيون اليهود شنو فعلوا سوف رأي عام ضد الإسلام وضد المسلم الرأي العام الذي صنعوه الآن أنا في شهر رمضان شفت واحد جاي من هناك قال جدا عقد وعملنا المسلمون عبارة عن مجموعة إرهابيين رأي عام في الغرب حول هذا المطلب يقول الآن تحركنا أكو مجالات ولكن تحركنا جدا مشكلة رأي عام الآن في العراق أكو رأي عام ضد البعثيين إذا بعثي الآن يمر هنا كيف ننظر إلى في العراق وجد رأي عام ضد الشيوعين إذا الشيوع يمر كيف ننظر إلى الآن في الغرب مثل ما كان هذا يقول صنعوا رأيا عام ضد الإسلام والمسلمين جماع إرهابي إذا رأي عام أكو بعد واحد تحرك يكون مشكلة ما أقول ما يتمكن يتحرك يتمكن يتحرك لكن جدا مشكلة الآن إذا واحد بعثي يأتي إليكم ويقسم لكم بأغلظ الأيمان تقبلون منا ما تقبلون انطباع تولد عندكم ضد يقول هذه الحالة موجودة وأنا قرأت قبل حوالي شهريا في إحصائية يقول أن كل واحد من ثلاثة من الأمريكيين يعتقدون أن الإسلام دين إرهابي إرهابي يعني الآن في أمريكا كم واحد يكون إذا نفرض أنه مثلا 180 مليون فرد ثلثهم يعتقدون بأن الإسلام دين إرهابي الإرهابي بما له من الظلال كما نعتقد نحن أن البعثيين عبارة عن مجموعة إرهابي هذا تأثير الرأي العام الرأي العام إذا كان رأي عام صالح يحتوي في داخله الأفراغ وإذا كان رأي عام طالح يحتوي في داخله الأفراغ طبعا نحن نعتقد بإذن الله بعون الله إن شاء الله الحقيقة تظهر وظهرت للكثيرين ولكن هذا عقد القضية في مقابل هذا الرأي العام الصالح في قضية التبغ تكون هناك الرأي عام في إيران ضد قضية التبغ الشاح في ذلك الوقيت ومن ورائه الإمبراطورية العظمى لا تمكن أن يقف الشاح لا تمكن أن يقف حتى زوجته في بيته عندما يقول لها جبالي النرقيل يقول حرام يقول من حرامها تقول له الذي أحلني لك يعني الله الشاح في ضمن هذا الوضع يتمكن يشتغ حتى خدمه كسروا النرقيلات التي كانت في بيت لا يتمكن بالنتيجة اصطار إلى إلغاء الاتفاق وبريطانيا خرجت من إيران هذا البحث الأول خلاصة هذا البحث أن التيار العام يشكل قوة ضاغطة تحتوي في داخلها الأفرار إذا كان الرأي العام رأيا عاما صالحا يقود المجتمع إلى الصلاح وإذا كان رأي عام طالح يقود المجتمع إلى الانحراف هذا البحث الأول البحث الثاني اهتمام الدين بالرأي العام أذكر نموذجين لذلك النموذج الأول من حياة النبي صلى الله عليه وآله والنموذج والنموذج الثاني من حياة أمير المؤمنين صلوات الله عليه النبي في قضية العقبة اثنعش النموذج أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله لما ظفر واستقر له الأمر قتل أصحابه لقتلت هذه الرواية مذكورة في التاريخ يعني هؤلاء الأفراد من الناحية الشرعية يستحقون القتل ولكن اللا يقال قادمها وفي رواية ثانية أظن أنها تختلف عن هذه الرواية لكن الآن ما شفتها لضربت أعناق كثير يعني قادمها لولا أن يقال أنه لي كون هكذا كلام هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وآله هناك رواية ثانية عن أمير المؤمنين صلى الله عليه الوالد الوالد رحمة الله ذكرها في الفقه وهي رواية عجيبة حقيقتا وما أظن في التاريخ أكون نظير لهذا العمال في المجلد في المجلد إذا إذا رضوا بك واليا كن واليا عليه وإلا فرج يعني أن الناس يحبون أو لا يحبون يريدون أو لا يريدون هذا باختصار الموضوع الثاني ونختم الكلام بالموضوع الثالث وهذا الموضوع الثالث هو دور الإعلام في تكوين الرأي العالم الإعلام جدا مهم الإعلام يعني شنو الإعلام يعني الكتاب مثلا جدا مهم في تكوين الرأي العام الإعلام يعني المنبر المنبر جدا مهم هذه القضية لعله لم أنقلها لكم فيما مضى واحد من الشيب كان ينقل هذا الشيء الحقيقة هذه ولو قطرات وأشياء تبدو متواضعة ولكن هي هذه القطرات تؤثر وهذه القطرات يمكن أن تتحول إلى تيار ويمكن أن تتحول إلى جريان كان ينقل أنه أحد الخطباء وهو سيد أحمد الخاتمي حفظه الله في كربلا تحدث عشر ليالي حول نافلة الليل عشر ليالي كامل في منبره يقول هذا الرجل الشايد أنا من ذلك الوقت ما تركت نافلة الليل إلى هذا اليوم هذه القضية يمكن ما القبل 40 عام مؤثر الكلمة مؤثر الكتاب مؤثر التبليغ الفردي مؤثر الشريط مؤثر وكان يضيف هذا الرجل يقول أنا ما أظن أن أحدا في ذلك المجلس الذين كانوا ما أظن أن واحد منهم ترك صلاة الله بسه هذا تخمين أوضع ولكن هذا النوع من التأثير مؤثر هذه المفردات التي نراها متواضعة وصغيرة كلها مؤثرة أنقل لكم هذه القضية أيضا نقل لأحد الخطباء في مشهد قبل أربعة أشهر تقريبا فهو كان في إحدى البلاد الأجنبية ويخطب بلغته قال أنه أنا صعدت المنبر وتحدثت حول الدين عرضا في ضمن المنبر تحدثت حول الحجاب عرضا وبشكل عاطفي تكلمت تكلمت وعراجت على قضايا كربلاء وأن الأعداء كانوا يحاولون أن يسلبوا أهل البيت حجابهم صلوات الله عليه وأنهم حافظوا على حجابهم في قبال الأعداء في قبال الأعداء ولكن تحجبت اقتنعت بالحجاب يمكن هذا الخطيب خمس دقائق متكلم حول الحجاب أثر بعض الشباب قبل أشهر أنا رأيت بعضهم في شهر رمضان المبارك شباب مبتدئون ما عدهم تجربة أكثرهم ما عدهم تجربة بدأوا بإنشاء فرق للتمثيليات الدينية في الكويت هذه القضية والله سبحانه وتعالى بارك في عمله هذه طبيعة سنة الله في الكم الله سبحانه وتعالى يبارك في الأعمى إذا واحد ما وقع في خط الانتاج يبقى أما إذا دخل في خط الانتاج الله تعالى يبارك وينمي وينمي عملا هذا مثل بذرة إذا تخلوها على الراف هذه إذا تبقى مائة عام تبقى بذرة ولكن عندما هذه البذرة تدخل في خط الانتاج تخلوها تحت التربة الله تعالى يسخر قوى الكون لهذه البذرة المتواضعة الله يسخر لها التربة الله يسخر لها الأملاك الله يسخر لها الشمس والهواء والنور كلها تعين هذه البذرة التي تحت التربة وإذا بهذه البذرة تتحول إلى شجرة كبيرة هذه الأشجار التي الآن تشوف ها في يوم من الأيام كانت بذور وقعت في خط الانتاج الله أمده إذا واحد يقعد في بيته ويقول لا يمكن ما أتمكن من يجي مني من يستمع على كلام يبقى في وضع أما إذا واحد دخل في خط الانتاج حتى إذا يكون أضعف واحد الله تعالى يسخر قوى المجتمع لأجله قالوا إحنا كانت عدنا تمثيلية حول سيد الشهداء صلوات الله مع أنهم جماعة مبتدئون وذهبوا إلى لندن وعرضوا هذه التمثيلية وكان هناك ممثلان من رابط مسيحية في لندن يقال لها الرابط المسيحية العربية أجوا شافوا هذه التمثيلية على أثر مشاهدتهم لهذه التمثيلية كلاهما أسلم العجيب أنا شفت المكتوب هي نفس الرابط المسيحية العربية كتبت مكتوب إليهم إننا نعلمكم أن هذين قد أعلن إسلامهما مكتوب من قبل الرابط يعني مؤثر أحد المؤمنين كان جاي من بلاد الغرب هذه قضية ثانية قال إحنا استأجرنا قاعة من جامعة وصنعنا فيها تمثيلية حول قضايا كربل قال بعد التمثيلية ثلاثة أفراد من المسيحيين أو أربعة جاءوا وأعلنوا تشيعه تمثيلية واحد هذه جذبة يعني في الواقع الكتاب الواحد الشريط الواحد المنبر الواحد الكلمة الواحد هذه مؤثرة وربما تغير حياة ثرد أو تغير حياة مجتمع نحن في الواقع ينبغي أن نفكر في هذا الشيء وأن نقدم على هذا الشيء هنا في البلاد الأخرى في العراق الآن العراق مقدم كما يقولون على تحولات الآن الآن إذا المتدينين ما فكروا في بناء القاعدة الإيمانية الآخرون يأخذون التيار البارحة في مكان كان واحد كاتب أنه الشيعة لماذا يطالبون بحقوقهم واحد من المخالفين الشيعة كلهم في العراق بين 51% إلى 52% شنو هذا تضخيم لدور الشيعة في العراق وما لهم حق يقول بعض يقولون إن الشيعة إما 51% أو 52% بعض يقولون واحد من الكبار يعني من الآن الآخرون غير المتدينين المخالفون بدأوا مو من الآن من قبل أعوام كثيرة حقيقة إذا المتدينين لا ينتبهون ولا يفكرون أحد الإخوة نقل أنه في كربلا هذه القضية قبل أربعة أعوام تقريبا قال أن الوهابيين في كربلا بنوا مسجدا في مدينة كربلا في فلان شارع كان كاتب أنه في أي شارع من الشوارع بنوا مسجدا وأن كل عائلة تتعاون معهم يعني تروح إلى مسجدهم يصلون وياهم يعطوهم بالشهر مئة دولار للعائلة للعائلة الواحد ومئة دولار في العراق مبلغ كبير يعني الوهابيين يشتغلون ولو الآن الوهابي عموما ضعفت إلى حد ولكن غير المتدينين يشتغلون المخالفين العلمانيين هذا يشتغل فإذا المتدينين حقيقة ما فكروا وما أعدوا يسحبون البساط من تحت أقدام كما سحبوا البساط من تحت أقدامهم خلال هذه الثلاثين سنة الماضية المتدينون غفلوا فسحبوا البساط من تحت أقدام نحن في الواقع ينبغي أن نهتم بهذه المفردات هذه المفردات وإن كانت مفردات صغيرة ولكنها مؤثرة نقل لأحد الخطباء كان في بلاد الغرب قال أنه أكو واحد من المفكرين الغربيين اللي هذا في الغرب بمثابة آية الله العظمى فلون آية الله العظمى مقامه عندنا إحنا الشيعة هذا المفكر الغربي اللي له هذا المقام على أثر احتكاك بالمسلمين أو على أثر مطالعة كتب المسلمين أسلام هذا الرجل وكتب كتبا حول الإسلام وإسلام ولد ضج في الغرب جدا مهم مثل هذا الرجل المفكر وكان أستاذه قال هذا أستاذنا لأنه كان يدرس في تلك الجامعة قال اليهود حوطوا هذا الرجل وحركوا الأجواء ضده واتهموه بتهم من جملة التهم أن هذا معادي لليهودية إلى أن أخرجوه قال هذا الآن يعيش في فلان قرية في مكانين وقعد مشغول بالكتاب هناك يعني في الواقع حتى المفكر إذا يرى الحقيقة الحقيقة تؤثر فيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح منها الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالوامضات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر